بس صار انا مش حساها جد في طلب الطلاق لا هي واضح ان هي اللي بترجع في العلم نفس بتاع الوقت بتاع الطلاق ده في حاجة اسمها أو اللي هو بنسميه الطلاق العقلي والطلاق العاطفي يعني ايه ده ايه الطلاق العقلي والعاطفي دي ان انت بتبعي عايشة مع واحد لكن انت من جواكي فعلا حصل انفصال ما بينكم وبين هذا الشخص فوصلتي لمرحلة انك فعلا من جواكي شعوريا وبعقل الباطل وعقل الحاد الواعي اللي اتنين انت انفصلتي فده بنسميه المنتل ديفورس لما بيحصل ده ممكن ايبعيشها معاه وحسك كده بالزبط فلما بيحصل ده انت ما بترجعيش في كلامك لما بتجي تقولي خلاص انا هتطلق وفعلا بيحصل الانفصال ده لما العالم كله بيتكتل عليكي علشان يقنعوكي بغير ذلك ممكن اكلامك بقى يعني ده كلام علمي اكلامك بالبلد يبقى بلغة الشرع اتفضل لحضرتك وانتي معاه اتعودي على عدم وجوده عشان لما تيجي تمشي فجأة ما تتوجعيش دي مش ندلة برضه سانك تاني نفسه سواء يعني انا بتعود على بعدك وانا معاك عشان انا بعد كده ما توجعيش ولله عشان انا اسفى يعني ليه لان انا بمنع نفسي من ابسط حقوق السعادة ان انا عايشة حياة مستقرة مع الراجل بحبه يعني انا عشان خايفة انك تسيبني في يوم من الايام لا انا اصدل لو انا وقد قرار الطلاق انا انا انفذ بقى ان انا ايه لك لا واحد اتاني يتمنى كده ده مرض لو انا خدت قرار الطلاق يبقى انفذ موضوع الطلاق فالطلاق دي مش كلمة نقعد نلعبها كده البعض عشان نشوف غلوتي عنده هو نشوف غلوتي عندي والكلام الفارغ سعفى انا حاسة ايه في قصة سارة انه مفاهيم في المجتمع اللي هي عايشة فيه او في الحتة اللي هي فيها انه لازم نكبر الكبار ونسمع كلامهم ونيجي على نفسنا وده كبير الاعداء وده كبير البلد فانا بيجي على نفسي هي خايفة اني تطلع ندلة وشكده ما بسألك انه ندلة يعني ده الجدع في بلدنا انه يقول لها برافو انك استحملت لا في مجتمعات انت جتي على نفس صح في مجتمع ما هي ده اللي انا بقول الجدع اللي يجي على نفسه ويموت مقهور ده اللي بتدي تكلمك فيه في الاول خلاص اللي هي الافكار الثقافية اللي موجودة عندنا اللي بتخلي البني ادم طول عمره عايش تعيس وده مش صح لأن النتيجة بتاعته ان بقى كل جيل اسوأ من الجيل اللي قابله وكل جيل علاقته بالاسرة بقت اضعف من الجيل اللي قابله وكل جيل احترامه لزوجته او لزوجه بقت اقل وده معناه ان فيه غلطة من الاول بتحصل احنا ما بنعالجهاش ده ممكن تكون غلطة من الاول ان الاختين هما مش كلاوس او قريبين او من بعض ان هي تعرف تخلي ابنها يمشي عيدل مع بنتي محدش بيمشي حد عيدل في الزمن اللي احنا فيه ده احنا يعني مفيش حد بيمشي حد مش عايز يمشي لابا ساني قصدي انا منظري وحش لانه ابني مش قد للتزام بالجواز فانا هبقى ست مكسوفة احنا متنفقين ان كلهم بيدلع ده الولد عيط يا ماما ده احنا بندلع مش قلتلك ده بني قدم ما تدلع لايك عمل اي مسئولية انا قصدي انه خلل في التربية في الاسرة من الاول ده من الاول وكفين انتي قلت كلمة ان هي كانت مجبورة على الجواز ان هي تنزل ويبقى عندها بنتها عندها كانسل وتنزل لحدها دي اهرة ده لما يبقى كبير مع احترامي بقى للجميع مامتك والوابك فيه لما يبقى الكبير عيلة هو اللي يقول لها ارجعي ومش قادر يشوف غلطة هذا الرجل ان ما ينزلش البنت اللي عندها سرطان فعيب ده لانا انا بقول لها لبقى الكبير العيلة عيب اقول لها تستني وفي نفس الوقت شايف ابني ما بيقومش بواجباته عيب عيب على كبير عيلة نشوف المنظر ده ويحكم لطرف على حساب طرف تاني غلطة كلامك واضح وصريح ومش محتاجة اقول لك وقلها رشدة يبقى كبير عايز له كبير نورتين يا ريلا حببت تانكيو